والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرفي خلق الله محمد بن عبد الله علي أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد الأخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وعنوان المنبر هذا منهجنا والمنهج هو الطريقة ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ده أمر فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي منهج رباني واحد هذه الآية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن دار يشرح الآية دي خط لينا خط رسم لهم خط في الواضح الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا صراط الله ده طريق الله وأن هذا صراطي مستقيما ده طريق الله قال وضع لهم خطوط عمل لهم خطوط عن يمين الخطة الأول وعن شمال شنو الخطة الثاني قال لهم دي طرق وطواف ومناهج لأنه أخواننا أي طريقة بتحمي الفكر أي حزب لافي في السودان وفي الكوندا كله أي حزب ده عبارة عن فكرة جابة زون قال عمل لنا طرق بها يمين وشمال الخط قال أي درب الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه شيطان شيطان ده بن آدم شياطين الإنس يدعوك للفكرة أجابه من رأسه الطريق بتاع الله هو الكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده لابد تفهم الكلام ده تمام در تعرف درب الله در تعرف المنهج البواديك الجنة إنك تتمسك بالكتاب والسنة في حاجة ثالثة مهمة جدا أليه شنو على فهم منه على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده تماش في الدرب لأنه ربنا قال في سورة البغرة قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به قال فغر اهتدوا الزورة اللي بآمن عقيته زي عقيتة صحابة ده مهتري عقيتك منهجك ما زي منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنت شنو ما مهتري في العقيدة في المعاملة في السلوك والشباب ده من قبل أدوك مقارنة كافية عملوا لك مقارنة بيجيبوا لك الكلام بتاع المضلين ويجيبوا لك الأدلة تمام جلوا لك المعضورة تمام الصوفية لأنه أكثر انتشارا في السودان ده ليس لهم علاقة بالكتاب ولا بسرنة النبي صلى الله عليه وسلم والسودان ده ما كان فيه ولا صوفي شاميه جيقول للسودان ده حقنا كذب ايه تجاينها من العراق من هناك من العراق من مسجد الكوفة هناك أقرأ كتاب اسمه تلبيس إبليس انتم طلابت عن جامعة كتاب اسمه تلبيس إبليس كتابة جوة ابن الجوزي مش ابن القيم ابن الجوزي أقرأه يوريك الصوفية ده جو من وين كويس التصوف ده ما عنده أي علاقة بدين الله اطلاقا الناس ده الاسوفيتي دين براو بيجاي والإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو السلفية الكتابة السنة ما على فهمنا نحن ولا على فهم ابن تيمية ولا على فهم ابن باز على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن تيمية ذاته بيانقل من ديلك كلهم بيانقلوا من هناك الإمام مالك قال ما لم يكن يوم إذن دين يوم الصحابة هناك قال فلن يكون اليوم دين يتبوش مالكي تعال اغنية ناس الليلة الليلة يا إخواني لابن جيني واحد يقول لينا ماسك الكون في صحابي قال أنا ماسك الكون الصوفية قالوا ماسك الكون ما لقاك الكلام ده البرعي ده قصايده بيمدح فينا زنادقه زنادقه عديل تب واحد قال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا قال وما الله إلا راهب في كنيسته ده الروكيني بيمدح الزولده البرعي بيمدح الزولده كلهم بيمدح الزولده زندق ده المعند ومي علاقة شنة يا أخوانا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الصوفية زال يقول لك نادي المشايخ خلي الله البرعي بيقول لك خلي الله ونادي الميتين ده ده ياتوا منهج والله يا أخواني ده يتفق العقل العقل السليم كلام البرعي ده ما بخشتله ما يتفق معه خليه الآيات ولا الحديث زال مات في التراب دي دخل الجوء الواطني دفنتوا بيت دينك ديل تقول ليه بيطلع تاني زي ما قال لك شيخ ضحوية في كتاب اسمه يستنبؤونك الحق هو الفاتح قريب الله ده سماني الفاتح قريب الله ده سماني تابع للبرعي برعي ما سماني ده كان مدير الجامعة ده ده قال هل يمكن للولي أن يطلع من القبر يقضي حوايج الناس ويرجع قال في حق الولي جائزة لقاك ولي طلع من قبره هس حصل مشيط الحمال النيل اللي يتلقى قبور مفتحة كلام ده أخوان بس بالعقل خذي الأدلة زي رجع تتيحي ده خلاص ربنا قال لك هل تحس منهم من أحدين أو تسمع لهم رجزة ده خلاص انته أصوفي داري بقيك تعتقد إنه زي المات يقوم تاني وداري بقيك إنك تعتقد لما تقيك مصيبة مد نادي الله داري يكتعك تب يخليك ماسك في ناس بيتين عظام ده التصوف داري خليك تبرك للشيخ ده التصوف أستاذك يا فقير كن له زليل حغير وادبع له كالصغير وإياك من الكجار ومعاملة التجار تزلل لغير الله سبحانه وتعالى ده أصوفية أصوفية دي استعباد للبشر والله طالما يستعبدوهن في السودان ده والله الشيخ استحمى عندنا في البلدناك في الشمالية الختمية والله واحد يستحمى تعال ختم يشيلو متى الحمام يزقوهن المرض دار تلد يبقوه كده كمان قال عمن الحزب قال الحزب الصوفي الدموقراطي دارين شربوك متى الحمامات والله جات دي وان ما قال حزب صوفي دي وان تعال الحزب دين نعنا جايل ليك الليلة دال هنا دا وانو خنجوري وانو طردو اللي زاري وانو زاروغي ماشى وان ماشى أمريكا مع الكفار يقول لك ده الوهابية شيخهم يهودي ده ماشى لليهود العصليين زاته اليهود ده ماشى وان الكونجرس ده محل اليهود زاته مش هناك ومصور معهم شغال مع الشيعة ومع الامريكان ومع الجماعة دال هناك ده خنجوري خنجوري ده ناظر تعارف خنجوري ده ناظره زمان قبل عشرة سنة في الداخلية اللي زاريك اللي زاريك ده زمان انجغم ده اول من انجغم من هذه الشلة في انت الحاصل وزاروغي عامل فيه حريف لكن بنقبطك ان شاء الله مش هناك في الدنبو هناك زاق الخنجر عامل فيه حريف ما ده يريقا لاقينا لها في لك اي محل بمش عند منجيك زمان اللي زاريك قبل ما يمش من هنا يمشي معامل محاضرة في الدندل ده قولي جماعة تلفون ازمع الناس مزمج جاين يردوا عليك ألغو المحاضرة والله ما تزمد انت ما قلت على دين والله انا عقيد دي ده اموت فياني في المحل ده اموت في هنا ده تبتلعب عليك هو دينك ما عندك اي علاقة بالكتاب والسنة والله اتحداك تزمد ليه كلامك ده تعال قلعني ان في شيخ بعلم الغب في شيخ بعلم غاب الصوفياء قالوا فيه يا نوندل انت ما عرف لجاين هنا الشيخ ما وراك زمانه واندل واحد زمان كان مع الحامد بابكر ابسلونا ما كسر هتعارفوا حامد بابكر ده مشرك طب عرفتها عمل له مطوية قال الشيوخ بعلم والغب معه واحد خلاو لقوا جماعة نغشو خلا حامد بابكر ضرب لي حامد بابكر تلفون يا حامد بابكر انت عندك مطوية قال لي قلت اللي يبعلم الغب قال لي دار نغشك قال لي جدا انا بجيك قال لي في محلك ده حامد زوج الشفقان زي التراش قال ما زوجك قبل التلفون تعال حامد بابكر ضرب لي تلفون كانوا رئيين وصف لي محلك قال له مناظرتك انتهت انت زمان بتعلم الغب وما عارف محلي وين تظل مسكين فمو خاك ده ده حامد بابكر ده شيخونا الكبير اخواننا ناس في مستوى زي ده جماعة في مستوى زي ده شيخ بعلم غاب وداك بيجي جانا واحد سوق مرته للشيخ قال ما ولدت الشيخ ده شغال في الدعيات دار جانا تستعين بأ الله تضرب مدينة دخن مدينة تمر تقول بسم الله عاد بعدك الجانا بجيك ده الطريق بتاعه جانا غير كيره تاري مافي بيقيد خايف باطل ده موضوع تاني عرفتها ده طريقة جانا شيخ بيجيك جانا مافي بيقيمتها في صوفي دار ناغش في الكلام ده يا صوفيه فرصة مفتاحي لحوار النغاش في زول بعلم الغاب شيخ اقوانون عرفتها لحاصل وفي جماعة قال بنزلوا الطيارات باس ميتون ويتابع للبرع عرفتها لحاصل البرع طوانك فاكين فيو كدبه طبعا ده لأي حاجة تحصل طوالب كدبو لك فيها كدب جت قال في طيارة مدلت في الزريبة زماني ميري الكلام ده طيارة مدلت براه ادعطلت بس قال لا لا الكابتن ابي يشير الليزي من الشيخ فات براه كويس بعد دقاء الطيارة بالتدوري والله شو شو هلا فينا صدقوا الكلام ده انت لو بيقيم صوفي بصدق طوالي طوالي بصدق يا غدا الممكن يغنعوك انه العاصيدة بتاعتها الشيخ عاصيدة لو دقيت لفراتاتها ايناتة ثاني لو قل لك العاصيدة دي افضل من الجيدات بتقام بتخاطبوا فيها يا اخواننا في عاصيدة افضل من الجيدات لكن لا والله لو بيقيم صوفي تصدق انه العاصيدة افضل من الجيدات ده لو بيقيم صوفي شان كده اخواننا شوف ما في حاجة يسمى صوفية ولا غيره ده قال زي ما قلت لقى بنزلوا الطيارات والله يد بنزلوا الطيارات دي الوينون ها في ولا ما فيشين فرصة مفتع الحوار النغاش تجاه الماعي ياخد كوبس كهربا في دماغه ده لما شعراته تطير كله بعدين عالق الله يا ضحوية اصرف له اثنين كيلو باستة ها يا ضحوية يا ضحوية تقال عمبر المجنونات دارو كنت دين تقال عمبر المجنونات هنا تقال عمبر المجنونات هنا طيب في ضحوية غير الزلاء اخوان تبدو يا زباننا شاي في ضحوية اخواننا لو في ضحوية اخوان الشيخ ده موجود اسأل واسأل استفيدوا منا طيب الناس ديل اخواننا الصوفية ديل اخوان ده مضوع مستحمي خليوا دمان ده مضوع طيب ده حسب معلوماتي انا بقول تابع الاتحاد الموراطي ولا شتو ما عارف مش كده ديل طبعا الجلد ودالت لبعه هناك شت واحد بيجي ماشي الواطق دي داس داريحكم انت عارف داشو يوخوا الجماعة تفوق اقلوا زال الشيخ بتاعو جي ماشي الواطق اكتبوا لبع اسمه دا داريحكم اذا ده تلبع الباقي افضل فاقام جني شان ده تلبع الباقي ولا شنو عارفت الحاصل دال داشو يوخوا قالوا دا قال الشيخوا قال كان شوفته قال كان قبلت الشيخ او نظرته للشيخ قال تخوش الجنة عارفتك كيف قال بشر قال انا مراك الان انت اخواننا امشي اركب امشي بحري عندهم قوبة هناك في بحر المحطة الوسطة جنب الحوادث شان تعرف دينا الزول دا عمش شوف ناغا نازل بيصوي شنو شوف شيخهم بس لما يجي شوفوا بصوي شنو يبرو كل الشيخ كويس يتمسحوا بالشيخ بتاعو كويس وزول قال ماسك الواطني قال حسن ابكيم الفلكون مدحكم زول ماسك الواطاء وعمل فام معارضة دي بتاعي كاب يا اخوانا زول ماسك الكون دا شط وعمل فام معارضة طافش في مصر عندهم واحد كان في مصر الكيزان حنسوج عبو تاني ربتك ايف كان طافش في مصر عامل عندهم جيش شناك في اريتريا عندهم كم رمتالي قاعد بغادي ربتك ايف جيش شنو بسو انتا انت زال بتعتغل تشعصي فالتراب ربت تعلمت الحاصل فديهم يا اخوانا ما عندهم علاقة ده معصفي لسي الخنجر والبوري وغيره لم تنطلق لهم القميص لسي سوفيا فتعرف يا اخوانا النازال بندھلوا الطيارات جدا انا ما دار نوعية دي درا نوائي تل بوري واجمة الديل ربتالحاصيل الناس تنزلوا الطيارات ديل irm هضلا عندهم ان principio عزيله عجيبه مرة واحد بانة ما دارсте عارف الطيارات اللي بتضرب فلسطين و بتضرب في المسلمين دي في سوريا دي هم معلوم ما نزلوها خليه فلسطين هي لبي البلد دي ما ضربونا والله دقونا دق لما نختنعنا دات ولا ما ضربونا مصنع الشيبرة ما دمرو يا مصنع اتنين الف متر دقو طياران ما خلو فيو حاجة انت قلت قاعد وين يا هالبراي واحد من اتنين يا اتا كذاب يا اتا مع الجماعة الاحاصل ربت الاحاصل فده كل اخوانا شنو يا جماعة ده يركز فيك عقايز زي دي عقايز زي دي كوي سمعانك عقايز تناقض الكتاب والسنة تماما اي ازول بيعتقد الكلام ده يا اخوانا بيعتقد انه شيخ بيعلم الغاب ده مشرك ما عندك صلاة ولا عندك اي عمال صالح الا توبن الكلام ده ده شغل ما شغل بتاع العب ده دين الله ده دين عديل تعتقد انه الشيخ بيلحق انت مشرك ربنا قادر شرك بالله سبحانه وتعالى والكلام كثير ونبتع الفرصة ان شاء الله لشيخنا مزمي الفقير ذلك وصلي اللهم وبارك وانعم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشتركوا في القناة